تيالكت يعني صعبة ان انت انا وانا ممكن في السن في الاول قبل ما الواحد شاف السوق وكده ولك ايه ده الناس دي كويسة جدا والشركة كويسة والناس محترمة وتعلمين من تعليم عالي لو بتعلم معك كويس ايه صح الصبح يقولك امشي ومعه امشي والنفسها وقع زي ما بيحصل دلوقت لا 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 في شركات كبيرة جدا وبتقع يا عم نوكيا واحنا يعني انا بروح بعيد ليه نوكيا هو في حد ما شالش تليفون نوكيا ايه تمام فشركات كبيرة بيحصل اخطاء او ما تتبراش اخطاء ما هو برضو تناس تانية كويسة يعني ولا هو عشان انا كويس يبقى عمري ما في حد يكسبني طيب لا اما انا ممكن ابقى الاهلي واتغلب ممكن ابقى الزمالك واتغلب عادي خالص جزء من اللعبة وممكن تتغلب يعني تتهزم هزيمة يعني تاخد علقة لا 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 وتاخد علقة فيها يعني اتطلعك برا السوق تمام لان مش بتدر اصلية بس اي حاجة في الدنيا لها life cycle اي حاجة في الدنيا لها life cycle الشمس اللي بتنور دي لها life cycle life cycle يعني دورة حياة يعني بتتولد دورة حياة وتكبر وتعجز وتموت دورة حياة تمام فكل حاجة اللي هي life cycle مش معقول جوجل هتفضل جوجل طول العمر صحيح تمام ولا امازون ولا ابل اللي احنا دلوقتي ابروتشنج تلاتة تريليون ويمكن اكسيدنج تلاتة تريليون اقصاد دول او ماركت كاب اقصاد دول اكبر من قرات اي اي شركة باقصاد دول مش دولة واحدة اه ففاكتفلي مش الطبيعي ان انت تتخيل انها forever living forever كده فاللي حصل ان احنا وقعنا تمام وشركة افلت احنا كنا شايفين طول ما احنا جوا الشركة ان احنا شغالين كويس اما طلعت برا طبعا شفت شوية حاجات بس مش على لفل قوي اللي انا كنت بعمله لا كان اكبر مني بكتير اكبر من حجمي بكتير لكن اللي احنا كنا بنعمله كنا بنتعلم كل يوم اللي بقى انت بتكلم عن واحد عنده 22 سنة تمام ف zero experience خصوصا ان في المجال اللي انا بتكلم عليه ده الرجل اللي بيتقال عليه سينيور زمان ايامية كان بيبقى عشر سنين خبرة اتليست يعني انا فيك ثلاث سنين اه يقول سينيور مثلا اه كلمة سينيور هي شبه الكلمة الانجليزي بتاعت سينيور عارف انت بتراكب الاوتوبيس ويقولك الكراسي دي بتاعت السينيورز اي فكان عندنا في مجالي كلمة سينيور يعني راجل عجوز اي مش معناها واحد عنده سنتين ثلاثة خبرة اي وطبعا انا 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 تعريفي للسينيور هو البن ادم اللي عارف يعمله ويسلمه ازاي صح وده ما بيتأتش بالعلم ده بيتأت بالخبرة الخبرات تمام ولازم يقف ايك واحد هندخل بقى مدخل تاني دلوقتي كان شغال في كوربريت يعلمك ليه علشان ببساطة شديدة الجماعة اللي في الستارتبس وانا عشت في الستارتبس كتير اكتر ما عشت في كوربريت بس طول ما المكان اشتغلت معهم يفكروا ان دي الطريقة الصح جميل اللي هي ممكن تاخد منه عشر خطوات عشان يوصل في حين رجل بتاع الكوربريت شاف experience قبل كده انها بتحصل في خطوطين بس مش تسعة انا في الستارتبس كل ما جا اعملها اعملها في تسعة تمام ومتقد ناغل ومش efficient وانا متخيل ان انا مدام عملتها يبا هو ده الصح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة